في أيام قليلة تشكلت حوالي ثلاثة تحالفات كبيرة ويعني رئيسية إنجاز الوصف في الساحة السياسية العراقية لنفهم أكثر من الذي حدث من تحالف مع من وكيف سيدخلونا إلى البرلمان نعم بالفعل هناك تحركات سياسية لتشكيل الكتلة الأكبر خصوصا هذه التحركات تجري ما بين الكتلة الشيعية السياسية هناك طرف يمثله مختدى صدر زعيم التيار الصدري يسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر بالتحالف مع قوة أخرى ويعني يريد أن يجعل القوة السياسية السنية هي بيضة القبان لأساس هذا التحالف طبعا مع وجود العديد من الكتلة الأخرى لكن في المقابل أيضا دولة القانون التي ترأسها نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية يسعى أيضا لتشكيل كتلة أكبر قد تكون بعيدة عن التشكيل الذي يريده مقتدى الصدر على الاعتبار أن الطرفان مختلفان فيما بينهما في مسألة تشكيل الكتل وأيضا في الرؤى السياسية وبالتالي يسعى المالكي بالإضافة إلى الفتح إلى أن تشكيل كتلة كبيرة يدخل فيها البرلمان وأن يكون الكرد هم بيضة القبان في هذه المسألة اللقاء الأخير الذي حدث ما بين الفتح ودولة القانون وبين الأطراف الكردية ربما وضع الملامح الرئيسية لتحالف يمكن أن يعلن في الأوقات القليلة المقبلة إذا ما اتفق الطرفان على مبادئ هذا التحالف خصوصا وأن الكرد وضعوا ثلاثة شروط لدخولهم في هذا التحالف الأول أن يكون الدستور هو الأساس الثاني أن يكون شكل الحكومة وآليات عمل الحكومة مرسومة وموضوعة في ورقة تكتب ما بين الأطراف المؤتلفة والثالث هو تغريب المصلحة العامة وأن لا يغبن أي طرف من الأطراف وأن لا يهمش طرف من الأطراف السياسية الأخرى على اعتبار أن الكرد لديهم سابقة في هذا الموضوع ودائما ما يمعون بأنه قد هم مشوا إضافة إلى ذلك هذه التحركات كلها تأتي في وقت يبدو أن عملية الفرز والعد اليدوي في العراق قد تأخذ وقت أطول لسيما أن توقف عملية العد والفرز في كاركوك وخروج مظاهرات هناك في هذه المحافظة ماذا عن التحالف السني محمد وهل هو ما نتج عن اجتماعهم في تركيا محمد؟ يعني من المؤمل أن تكتمل عملية نقل الصناديق لمحافظات الستة الجنوبية إلى بغداد كي تبدأ عملية العد والفرز في بغداد يوم غد إضافة إلى ذلك القضاة المنتدبين المعنيين محمد هل تسمعني؟ واضح محمد يبدو أن هناك مشكلة في وصول الصوت اللي مرسلنا محمد فاضل أنا أشكرك جزيلا على هذه المعلومات محمد فاضل مراسل لقد كنت معنا على الهواء مباشرة من بغداد